اشتركوا في القناة تصل قفزة النمر إلى نحو أربع أمتار لعلى وعشر أمتار للأمام وتم تصوير ذلك من خلال السياح من أحد السياج في حديقة حيوان مفتوحة الدب يعتبر النمر من الحيوانات الكبيرة من حيث الطول والوزن ورغم أن الدب أكبر من النمر في الحجم ألن بعض السياح في الهند قاموا بتصوير معركة بين نمر ودب يحاول الدفاع عن صغاره من هجمات النمر وظل النمر يحاول مع الدباب الصغيرة ولكن حين ظهرت الأم هرب على الفور خوفا من الدب رغم أنه يستطيع المواجهة ألا أنه قرر الرحيل من هذه المعركة النمر يواجه خنزيرا بري يصحف النمر في هدوء وينقض في لحظة على فارسته الخنزير ذو الرقبة السميكة ويحاول الهروب ولكن النمر يسيطر عليه ويحاول تهدياته غزال تعتبر الغزلان هي الغذاء الأساسية للنمور ولكن صيد أحدهم يحتاج إلى تخطيط كبير بسبب سرعة الغزلان الكبيرة فيجب على النمر الاختباء لحين اقتراب الغزلان ومن ثم يبدأ في الوجوم ويجري بكل سرعة للحاق بها وحين تسقط الفريسة بين أسنان النمر يكون الفرار شبه مستحيل فهو صاحب فاق قوي للغاية وظهر في أحد الأفلام النمر يهاجم قطيع غزلان كامل ويحاول استياد الأقل سرعة فيهم وينجح في ذلك الفيل رغم أن الفيل حجمه يوازي أضعاف حجم النمر ألا أن النمر لا يخاف الجميع ويحاول دائما فرض سيطرته وفي هذا الفيديو يحاول النمر الهجوم على أحد الفيلة الذي يجلس على ظهر يا شخص ويخمن أنه المربي له ولكن لحصن حظ هذا الرجل أن النمر لم يحاول كثيرا وقرر في النهاية الهروب ذهب هذا الخنزير إلى بركة مياه للشرب وهو لا يعلم أن هناك نميرا قويا ينتظره وظل النمر في وضع ثبات كامل حتى اقترب ومن ثم هاجمه وفي لحظة سيطر على الموقف ولم يبقى أمام الخنزير إلا الاستسلام وقبول الموت بين فكي النمر الجاموس البري هذه الحيوانات كبيرة وقوية جدا ولكن النمر من الحيوانات التي تستطيع أن تجد نقاط الضعف في الفريسة وبالفعل استطاع النمر من التمكن من أحدى هذه الفرائس من مجموعة للجاموس البري ولكن عندما أدركوا راجعوا جميعا دفاعا عن الفريسة ولم يجد النمر طريقا غير الهروب لحياته وترك الفريسة النمر في الصناديق الزجاجية هذا ما يحدث عندما تدير ظهرك لأحد النمر فهو لا يصدق عينيه ويكون في وضع استعداد للقفز على الفريسة من الخلف في الوقت المناسب ولا يدرك وجود زجاج سميك فاصل في الحديقة بروسيا الهجوم على القرية في هذا الفيديو قام النمر بالهجوم على السكان المحليين في أحدى القرى واستطاع إسقاط بقرة لأحدهم ولم يستطع أحد التدخل ورغم الاقتراب منه بأحدى السيارات ألا أنه لم يخاف واستمر في الحصول على فريسته ومن هذا المقضى أيضا يمكننا اكتشاف مدى شجاعة النمر في الاقتراب من السيارات والشاحنات مهما كان حجمها الجاموسة البرية نجد في المقطع نميرا كبير شعر بوجود أحد الفرائس متخفية خلف الأشجار بدأ في الزحف في هدوء حتى لا تشعر به وفي اللحظة المناسبة انقض عليها وتمكن من الامساك برقبة أحد الجواميس بين فكيه حتى استسلمت وقبلت الموت ورغم كبار حجمها ألا أنه لم يقبل إلا أن يحصل عليها واستلزم الأمر منه الامساك بها بهذه الوضعية نحو خمسة دقائق النعام معروف عن النعام أنها من الطيور السريعة جدا ولديها أسلوب دفاع قوي وعنيف بالدرب بالأقدام وإذا طلق النمر واحدة من هذه الدربات ربما تكون السبب في قتله ولكنه حيوان شجاع ولا يخاف الهجوم على نوع من الفرائس ويتمكن من إسقاط أحد هذه النعام فريسة له وبطريقة سهلة القرد نزل أحد القرود من الأشجار وبدأ في الركض على الأرض والحصول على بعض الطعام وقام هذا النمر برصده وفي الوقت المناسب هجم عليه ويدون القرد يعرف جيدا أن لن ينال النجاة ولم يحاول حتى الهروب وبقي في مكانه منتظرا الموتى من النمر معروف عن النمر أنه لا يخاف البشر وفي هذا المقطع نرى نمرا يتسلق أحد الحافلات الموجودة في غابة مفتوحة أثناء القيام برحلة تجوالية لرؤية الحيوانات في هذه الحديقة بينما في هذا المقطع هجم النمر أحد السيارات المفتوحة للسياح ولكن السائق كان له رد فعل سريع وهرب قبل أن يحاول النمر افتراس أحدهم وفي هذا الفيديو ظل النمر يتبع السيارة لفترة طويلة وفي النهاية قرر الركضى وراءهم ونجوا بيهجوبة النمر يمكنه السباحة على عكس باقي فصائل القطط ويمكنه أيضا البحث عن الفرائس في الماء وفي هذا المقطع نرى أحد النمر الذي سبح في الماء لالتقاط أحد الفرائس التي حصل عليه تمساح ولكن خوفا من النمر تركها له وبالفعل قام بالتقاطها وخرج بها من الماء لتكون وجبته وفي مرات أخرى يستطيع النمر استدراج تمساح خارج المياه فيفقد جزءا كبيرا من نقطة قوته ويتمكن وقتها من السيطرة عليه وقتله النمر بيحدى المراكز العلاجية أنت بالتأكيد لا تصدق عينيك لما تراه لوجود نمر في مركز خبار فوسك العلاجي والشخص الذي يراقب الكاميرات يفزع من هول المشهد ولا يعرف ماذا يفعل لكي يسيطر على الموقف النمر كائنات مفترسة ولا تخاف البشر لذا احذر دائما في التعامل معها ويفضل رؤيتها في حدائق الحيوانات ولا تقترب منها بشدة في الغابات والحدائق المفتوحة لأنها بارعة في الهجوم السريع اذا عجبك الفيديو لا تنسى مشاركته مع اصدقائك على مواقع التواصل الاجتماعي وضغط الزر العجاب والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لدعمنا لإنتاج المزيد من الفيديوهات وايضا ليصلك كل ما هو جديد لدينا والآن شكرا للمتابعة تريد ان ترى المزيد من الفيديوهات على قناتنا نحن نساعدك على ذلك اضغط على ايقونة الجرس ستكون على يقيننا كل الاصدقاء هنا ومن ثم ستحصل اغلى الشعارات بالاصدارات الجديدة للمزيد اشترك في قناتنا لمشاهدة كل ما هو جديد وممتع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر